بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنات بالنسبة لربط اليوستو وهي ال past simple الماضي البسيط وهي ال present simple المضارع البسيط شرحناه بالمحاضرة السابقة اشلون اذا انطاني جملتين مربوطات اكثر شي ببت لو تلاحظون كل الجمل اللي انطاني اياها بالتمرين اللي موجود على صفحة 22 بالاكتيفتي بوك lesson 9 بالاكتيفتي بوك lesson 9 page 22 ما اخذلي تمرين عن اليوستو بس مو بالطرق الاثلاثة اللي اخذناها اول مرة اللي هي المثبتة اذا مصدر واحدة بالقوسين والنغاتف المنفية اذا ويا المصدر اكونات والاستفهامية اذا ويا المصدر اكو ضمير فاعل ذي تشك استخدام اليوستو بهذا التمرين جرب يربط اليوستو اما ويا الباس سمفل الماضي البسيط الإيدي والشاذ او ويا البريزن سمفل اللي يبقى مصدر او ياخذ اس الشخصة الثالث شرحتها بالمحاضرة السابقة وقلت راح ينطيكم اكثر من قوس بالجملتين ربما اثنين بالاغلب اثنين مرات ينطي ثلاثة مثل ما تلاحظون اخر نقطة السابعة منطي ثلاثة اقواس وقلت انا بالشرح ان القوس الاول دائما يكون من حصة اليوستو يعني الفعل اللي موجود بالقوس الاول احل بطريقة اليوستو اللي شرحناها قبل اللي هي اما مثبتة او منفية او استفعامية اما القوس الثاني اللي يكون بالجملة الثانية فيلاحظ الطالب اذا موجود بالتكملمات الجملة كلمات مثل now مثل always مثل never هاي الظروف ادل على زمن المضارع البسيط فيحل القوس الثاني بالمضارع البسيط اما باضافة اس الشخص الثالث للفعل اذا كان الفاعل الموجود بالجملة الثانية مفرد يعني هي شيء اما او يتركه مثل ما هو مصدر ما يغير بي اي شيء يبقى كما هو بالحل اذا كان الفاعل they you we وحتى الضمير i ايضا يبقى الفعل مصدر اما اذا لقى الطالب بتكملة الجملة بالجملة الثانية ظروف زمن مثل ago مثل yesterday مثل last فها يدل على الماضي مثل ما اشرحت فيقرر الطالب يحل الفعل بالقوس الثاني وحتى القوس الثالث ان وجد يحل بالماضي البسيط اما باضافة ed للفعل اذا كان قياسي طبعا او اذا كان شاذي يغير الحروف مالته شرحنا هذا الشرح كله بالمحاضرة استعبقى شون اربطوا used to ويا زمن واحد من عد هنا الطالب يقرر حسب ظرف الزمان اللي يلقى بالجملة يحل القوس الثاني بي هنا حال للكم بالتمرين write sentences with used to didn't used to يعني used to اما مثبته بالنسبة للقوس الاول او من فيه and the present or past simple اما المضارع البسيط او الماضي البسيط واحد من عدهن حسب ظرف الزمان اللي يلقى الطالب هنا ما اخذلكم جملة اجت كذا سنة بالوزاري he have his hair cut at the hairdressers يقول هو دائما يقص شعره لدى مصفف الشعر but now لكن الان his wife زوجته cut it for him زوجته تقصة الي يعني ما عاد يذهب الى مصفف الشعر ايجا يريد يربطها طبعا القوس الاول قلنا من حصة used to فهنا مصدر واحدة بيان قوسيا ما ويانت ولا استفهام فتح القوس باستخدام used to ونزل المصدر نفسه وراء واجي اكمل هسه طالب هالشكل يحل القوس الاول يحل بطريقة used to مثبتة او منفية ويبدي يكمل يكمل الى ان يلقف الظروب زمان يشير لاما للمصدر او لل past simple اجي لقينا هنا كلمة now now تشير للمضارع البسيط اذا قررت استغني عن الماضي البسيط هنا لقينا now now تشير للمضارع البسيط فقررت احل القوس الثاني الفعل الموجود بالقوس الثاني بالمضارع البسيط المضارع البسيط اما اتركه infinitive مثل ما هو infinitive اعوفه مصدر حسب الفاعل اللي قبله او اضيف لأس الشخص الثالث اذا كان الفاعل مفرد اباوع الفاعل اللي قبله his wife يعني مفرد his wife زوجته يعني شي والشيشة تحب تحب الفعل ياخد اس الشخص الثالث فحلى شلون حلى انه الكت اخذت الاس الشخص الثالث للفعل هذا المثال اللي هو حال لو اجى كذا سنة بالوزاري ليش ضعف لأس الشخص الثالث لأن الفاعل المفرد his wife فاعل هاي الجملة وليش ما حلى بالماضي البسيط لأن لقى ناو والناو تشير للمضارع البسيط وليس للماضي البسيط اجت النقطة الثانية يقول i have a bicycle but someone steal it last month يقول كان لدي اعتدتوا ان امتلك دراجة لكن شخص ما سرق هاي الدراجة الشهر الماضي قلنا القوس الاول حصة اليوست ومدام مصدر واحدة موجود بالاقواس اذن هاي الحالة المثبتة فيحلها الطالب بطريقة use to ويجيب المصدر الموجود بالقوس يخليه وراء انتهى القوس الثاني اجا الطالب لازم يبحث عن ضرب زمني في ده حتى يحدد الزمن اللي رح يربطويا لقينا last last month الشهر الماضي last should ادل على الماضي اذن قررت احل القوس الثاني بالزمن الماضي البسيط steel لاحظته من الافعال الغير قياسية irregular verbs وهو من الافعال الشائعة عدكم خصوصا بيونت ون بالماضي يصير stall تصريف ثالث يصير stall فصار القوس الاول حصة used to القوس الثاني حصة الماضي البسيط ليش لان لقيت last ضرب زمان يدل على الماضي اجيت على رقم ثلاثة he like going out كان معتاد يحب الخروج يطلع من البيت but now he always want to stay at home لكن الان يرغب في البقاء للمنزل اتغير هذا الاعتياد العدة اتغير اجيت قلنا القوس الاول بالuse to وايضا حالة الاثبات هنا الحالة المثبتة used to واجيب like بدون ما اغير بيها اي شي اجيت راح اكمل but now he always stay at home لجيت now ولجيت always ظرف تكرار ما نفيد المضارع اذا سقطت من حساباتي يا زمن ما افكر بي ما افكر بالماضي افكر بي من بالمضارع البسيط ليش لان لجيت now ولجيت always واثنيانات هم يفيدون المضارع البسيط وقلنا المضارع البسيط مو ايدي وشاذ لا اما اضيف اس الشخص الثالث او اترك مصدر حسب شنو حسب الفاعل اللي قبله هنا الفاعل اللي قبله هي اللي هي مفرد شي يحب الفعل يحب الفعل ياخذ اس الشخص الثالث فينزل الطالب الفعل بين الاقواس ويضيف لس الشخص الثالث ويصير شنو الربط ويام ويا المضارع البسيط number four she wear glasses هي اعتادت ان تلبس نظارات عادتها كانت تلبس نظارات but now لكن الان she have contact lenses صار عدها شنو صار عدها عدسات لاسقة فتوقف ارتداءها للنظارات قلنا الwhere حصة use to وايضا في حالة المثبت use to واجيب where يرتدي يلبس طبعا where من الافعال الشاذة بالماضي تصير word تصريف ثالث تصير word مو موضوع الماضي والتصريف الثالث بس حبيت اقللكم اياها لان اجت بالوزاري مرة هذا حليته باليوستو اجيت ابحث but now she have contact lenses لقيت now الناو تفيد المضارع اذا رح احل القوس الثاني بالمضارع البسيط والمضارع البسيط اما اضيف اس الشخص الثالث او اترك حسب الفاعل الموجود لقيت الشي الشي تحب الاس الشخص الثالث الفعل ياخذ لكن هاذ من الافعال اللي ما تتحمل اس الشخص الثالث ما اقدر اضيف لها هاذ ليش لان عدها التوأم مالتها الثانية خاصة بالفاعل المفرد اللي هي هاذ فاستخدمت ه صارت هاذ هي للضمائر المفردة لضمائر الفاعل المفردة مالتها ان توأم واحدة للجمع للآي للذي لليو للوي وعدها ثانية الفعل الثاني هاذ هي للمفرد فخليت هي لم تعتد التكلب كثيرا ما كانت متعودة تحكي كثير لكن حاليا لا تتوقف عن الكلام اطلاقا اجيت لقيت القوس الاول راح احلى باليوستو حصة اليوستو لكن لقيت ويانات وانا اذكر شرح اليوستو بطريقة النفي او في حالة النفي قلنا شلون نفتح حالة النفي اجيب دد بها نفي كامل دد ناط دد مختصر المهم صار النفي على اليمن على الدد يوستو ترتاح مني من الدي اشيل الدي ما اخلي الدي ليش لان الماضي صار هنا بالفعل المساعد وانزل المصدر اللي جاي وياه ليش حليتها هالطريقة لان نطوية المصدر بالقوس بينما هنا هاي الافعال السابقة كانت كلها وحد فهاي طريقة اليوستو بالنفي وانا شرحتها سابقا اجيت لقيت هنا now never اثنيناتهم يفيدون المضارع البسيط اثنيناتهم يفيدون المضارع البسيط فقررت هالسة احل القوس الثاني بالمضارع البسيط المضارع البسيط اما اترك كما هو مصدر اذا كان الفاعل جمع او اي او اضيف لأس الشخص الثالث اذا كان الفاعل مفرد لقيت الفاعل شي اذا stop راح تاخذ أس الشخص الثالث stops نا نقطة السادسة there be a house here يقول كان هناك معتادين اقوبية اثناك but they knocked it down two years ago لكن هدموا هذا البيت قبل سنتيا ب وحدة مصدر خالي من اي اضافة بين قوسين بدون نفي وياه وبدون استفهام فراح يصير حصة اليوستو اجيب يوستو كاملة واخلي المصدر وياها جيت لقيت اقوب بتكملة الجملة بالجملة الثانية اكو اقوب و اقوب تفيد الماضي البسيط الماضي البسيط فراح اقرر احل هذا الفعل بالقوس الثاني بيا زمن بالماضي البسيط الماضي البسيط اما ايدي او شاد لو الفعل شاد اغيره لو اضيف لديه ناك من الافعال القياسية الريجولر اللي تتحول الى ماضي باضافة الايدي مو شاد قياسي بس ضفت لأيدي اتحول الى ماضي طبعا الكي سايلند كونها متبوعة او جاي وراها الان كل بداية كلمة بالانجليزي كي ان ما الفض الكي الفض ناك وناك وحدها بدون داون وياها بدون داون معناها يطرق او يقرع الباب يدق الباب بس من اجوا يا هدان وصارت فريزال صارت فعل مركبة تغير معناها صار معناها يهدم او يهد هي لم تعتد ان تكون ضعيفة او نحيفة لكن يعني تعرضت للمرض او اصيبت بالمرض السنة الماضية وخسرت الكثير من وزنها جهة القوس الاول راح احل باليوستو بطريقة النفي اجيب دد واخلي النفي وياها ددنت ويوز بدون دي تو ما انساها وانزل المصدر الوراها مباشرة كما هو بالقوس اجي اتكملت لقيت قوسيا قلنا احنا فقط القوس الاول حصة اليوستو هو من هذا التمرين جاب وزاري اليوستو حصتها الفعل الموجود بالقوس الاول اما القوس الثاني او كأن يكون اكثر من قوس مثل هاي النقطة كلها ينحل بالزمن اللي القالفة ظرف يفيدني اما مبارع بسيط او ماضي بسيط لقيت last last year السنة الماضية تفيد الماضي البسيط فراح احل الفعليا الموجودة بتكملة الجملة او بالجملة الثانية بالماضي البسيط لقيت get get من الافعال الشاذة الي الماضي مالت هيكون got وايضا الفعل الثاني راح احل بالماضي البسيط وايضا من الافعال الريجولر اللي تتغير بهالطريقة lose بالماضي last last بالماضي بالتصريف الثالث للفعل فلاحظت بالتمرين من طيني قوسيا أو أكثر من قوسيا القوس الأول الفعل البي كله حصة اليوستو أخذت مرة بالمثبت مرة بالمنفي والقوس الثاني أبحث عن ظرف زماني فيني حتى أقرر إما أسويه ماضي بسيط شاذ أو قياسي أو أسويه مضارع بسيط أحلى أما أضيف لأس الشخص الثالث أو أترك مصدر كما هو هذا من النسبة تمرين مهم إجا من عندك الوزاري يعلم الطالب شون يربط اليوستو ويأزمنة مثل الباس سنفل والبريزن سنفل ومع السلامة